السلام عليكم ان شاء الله هنكمل حل كتاب الامتحان احنا وصلنا لجهاز الاميطر صفحة 173 قبل ما ابدأ الحل عايزة بس انوه ان يفضل ان انتو تشوفوا شرح جهاز الاميطر قبل ما تبدأوا الحل معي الشرح ده انا هسيبه لكم في قائمة حلول كتاب الامتحان هتلاقوه الفيديو القابل ده في القائمة وممكن كمان اسيبه في صندوق الوصفة او في التعليقات لو حد طلبه طبعا بالنسبة لي كان فيه ناس طلبت الفيديوهات الصغيرة اللي مدتها دقايق اللي بحل فيها سؤال واحد فيه ناس بتفضل النوعية دي من الفيديوهات فبقول انتو تدخلوا على القناة فيه تبحثوا في القائمة هتلاقوا قائمة بعنوان الوقت بدل الضيع دي هتلاقوا فيها فيديوهات كتير مدتها دقايق عبارة عن اسئلة مهمة ممكن تتابعوها لكن اللي بيسألني انت يا ميسي بتحل كتاب ايه انا بحل كتاب الامتحان وكتاب الدليل وكتاب نيوتين وكتاب المراجعة النهائية لوح وقلم في الفيزياء طيب تعالوا نبدأ الحل السؤال رقم 12 كلما نقصت قيمة مجزء الطيار المتصل بالجالفانومتر فإيه اللي يحصل للحساسية طيب تعالوا نتفق ان احنا معانا جهاز الجالفانومتر ده في الاساس هذا الجهاز وصفه الجهاز الحساس اذا اللي خد الصفة الحساسية هو الجالفانومتر هذا الجالفانومتر هصنع منه تلات اجهزة اميتر فولتاميتر وميتر هذه الاجهزة توصف بانها اقل حساسية من الجالفانومتر وكل جهاز قدرت اخليه اقل حساسية باسلوب مختلف فمثلا الاميتر خلته اقل حساسية عن طريق ان انا اصغر مقاومة الجالفانومتر بان انا اوصله على التوازي مع مجزء الطيار فانا هنا لجأت لتقليل الحساسية عن طريق تقليل المقاومة وبالتالي هتبقى عندي هنا بالنسبة للجالفانومتر لغة الحساسية هي لغة المقاومة بمعنى في الجالفانومتر او الاميتر لو قل المقاومة قلت اقول له الحساسية قلت المقاومة زادت اقول له الحساسية زادت اما بالنسبة للفولتاميتر كان معايا اسلوب مختلف علشان اقل الحساسية عنده بان انا اوصل الجالفانومتر مع مقاومة على التوالي اسمها مضاعف جهد كبيرة فكان عندي مبدأ تجبير المقاومة على اساس ان انا اقل الحساسية فبالتالي لغة الحساسية عكس لغة المقاومة هقولك إن أنا بزود المقاومة في الفولتاميتر يبقى ده معناه إن أنا بقل الحساسية والعكس صحيح طيب نيجي بقى للسؤال هو بيقول لي كلما نقصت قيمة مجزق الطيار المجزق الطيار ده في الأميتر بتقلل للمقاومة يبقى إيه اللي هيحصل لحساسية يبقى هتقل زي ما يحصل للمقاومة هيحصل لحساسية الكلام ده في الأميتر يبقى عشان كده هاختار الاختيار الرقم ده السؤال الرقم 13 النسبة بين مقاومة مجزق الطيار إلى مقاومة الأميتر ككل تعالوا نتفق أننا عندي في الجهاز ثلاث مقاومات ال-RG مقاومة الجلفانو وال-RS مجزق الطيار اللي هتوصل على التوازي ومقاومة الجهاز كله اللي هي ال-R-أميتر أو ال-R-Dash يبنى عندي مقاومة الجلفانو متوصل على التوازي مع ال-RS والجهاز ده كله على بعضه هقفل عليه بمصامير وسميه الأميتر وبالتالي الجهاز ده مقاومته المكافأة اللي هي تخليص التوازي الـ R' بتاعته اللي بنسميها أرقاميتر عبارة عن RG RS على RG زائد RS تخليص التوازي العادي وتخليص التوازي بقولك في التوصيل على التوازي نحصل على مقاومة مكافأة أقل من أقل وحدة فيها يبه هنا دي مين أقل وحدة في دول المقاومة المكافأة دي الأقل على الإطلاق دي أقل وحدة لأنها تخليص التوازي أما الـ R' موجودة في الكتاب إنها مقاومة صغيرة هو يقصد هنا في الكتاب ما تتلخبطش بسببه هو يقصد انها صغيرة بالنسبة للRG يبقى هنا صغيرة بالنسبة للRG لكن لو حبيت تبص كده على انك تقارن المجزء بالمقاومة الجهاز ككل هتلاقي ان هو اكبر من مقاومة الجهاز لان المقاومة اللي عادت وازي اقل من ده واقل من ده يبقى دي كبيرة بالنسبة لده لكنها صغيرة بالنسبة لده يبقى لازم ناخد بالنا وده اللي اعتمد عليه في السؤال قالك النسبة بين ادي شرطة كسر مجزء الطيار يبقى الRS في البسط الى المقاومة الكلية اللي هي ارداش في المقام هقوله اكبر من الواحد لان البسط RS هو صغير بالنسبة للجيرفانو بس هل انت بتقارنه لي بالجيرفانو؟ لا انت بتقارنه بتخليص التوازي تخليص التوازي في المقام هيكون اقل طبعا يبقى لفوق هيبقى اكبر منه وبالتالي يبقى الاختيار الصحيح رقم ألف السؤال رقم 14 عندي جيلفانومتر زو ملف متحرك ينحرف مؤشره لنهاية التدريج وعندما يمر به طيار i تعالوا كده بالراحة نفهم السؤال يبقى نعدي جيلفانومتر زو ملف متحرك ينحرف مؤشره لنهاية التدريج هيوصل لنهاية التدريج النهاية التدريج دي أنا بسميها ig لما بيمر طيار قيمته i يبقى ال i دي وصلت المؤشر لنهاية التدريج وده فهمت منه ان ال i دي بتساوي ال i g تمام وصلها مع ملفه مقاومة هبدأ بقى اغير واجيب الجلفانو ووصله مع مقاومة قيمتها 12 اوم 12 اوم على التوازي فانحرف مؤشر الجلفانو ما جابش الاخر بقى انحرف المؤشر الجلفانو الى 5 تدريجه 5 ال i g لما هنمرر طيار قيمته i برضه هنمرر في الدايرة نفس الطيار i بس المؤشر انحرف الى 5 التدريج يعني ايه الطيار خلا المؤشر يوصل لنهاية التدريج يعني عرفت معلومة واحدة ان ال i دي قدرت تحقق ال i g فال i بيساوي ال i g ناخد المعلومة دي بقى ونيجي هنا تعالوا بقى عند المعلومة دي هنقول ان احنا عندنا دلوقتي المؤشر ده وصل لخمس التدريج تعالوا نرسمها تاني المؤشر وصل لخمس التدريج بدل ما اكتب خمس ال i g هكتب خمس ال i لان ال i g هي ال i وعندي هنا المقاومة السفلية دي 12 قوم وقادي الطيار i طيب لما يكون ده خمس الطيار يبديه كم الطيار يبديه 4 على 5 من الطيار عشان يبقى 4 على 5 واحد على 5 يدينا 1 i اللي هو ده يبديه 4 على 5 i أنا عايزة أعرف قلمة ال-RG ما تيجي نستفاد من موضوع التوصيل على التوازي ونقول فرق الجهد فوق بيساوي فرق الجهد تحت يعني نقول ال-VG بيساوي ال-VS ال-VG اللي هي IG اللي هي 5 في ال-RG اللي هي مجهولة بيساوي 4 على 5I طبعا دي 5I وهنا 4 على 5I في ال-12 اللي هي مجزئ الطيار يوم الطيار يروح مع الطيار والخمسة تروح مع الخمسة يتبقى لك هنا RG ويتبقى لك هنا 4 في 12 4 في 12 بـ 48 اون إذن الاختيار الصحيح هيبقى رقم G سؤال رقم 15 كلما قلت قيمة مجزئ الطيار بالأميتر كلما إيه تاني لما أقلل قيمة مجزئ الطيار لما أخلي ال-RS قليلة إيه اللي هيحصل لما أخلي ال-RS قليلة المفروض أن الحساسية تبقى قليلة طب هو بيقول لي الحساسية هتزيد لا الحساسية هتبقى قليلة يبقى جيم دي مستبعدة طيب إحنا دلوقتي بنقول إن إحنا بنقلل الحساسية ونزود المدى يبقى أنا دلوقتي هاختار إن زيادة المدى وزيادة دقة القياس الاختيار رقم 3 طب عايزين نفهمها دلوقتي مش الأميتر مش الأميتر ده بيتوصل على التوالي في الدوائر تمام نفترض بقى إن في عندي هنا مقومات مقومات ونفترض 5 أوم وفيه طيار ماشي في الخمسة أوم هو إحنا رايحين نقيس الطيار ولا نضعف الطيار يبقى لازم تراعي أدام الأميتر بتوصل على التوالي في الدائرة فمقومته هتضاف لمقومة الدائرة فلازم تبقى مقومة الأميتر دي مقومة صغيرة أصغر المقومة دي إزاي؟ عشان لما تيجي تضاف للدائرة يضاف مقدار ضئيل مايأثرش على الطيار المراد قياسه فلازم نحاول على قد ما نقدر إن إحنا نصغر مقومته علشان يقدر يقيس الطيار المراد قياسه ومايأثرش على دقة القياس وفي نفس الوقت يزيد المدى يبقى إحنا هنقول كل ما قللنا كل ما كانت دقة القياس أزيد لأن المقومة اللي هتضاف للدائرة هتبقى مجدار قليل وبالتالي مش هيأثر على الطيار المراد قياسه فهيقيس قيمة قريبة من الحقيقة وده بمعنى إن إحنا زودنا دقة القياس سؤال رقم 16 أميتر يحتوي على مجزق طيار مقومته أصغر من مقومة الجيلفانو ليه مقومة بتبقى أصغر من الجيلفانو؟ أكيد لهدف طيب إيه هو الهدف؟ تعالوا كده نتذكر إحنا عندنا هذه الجيلفانو الجيلفانو لا يتحمل غير الآي جي وإحنا جبنا مجزق الطيار عايزين لما يبقى الطيار عندي طنته كبيرة الطيار ده ما يعديش في الجيلفانو إلا طيار ضئيل يقدر تحمله فإحنا عملنا فخ للطيار يعني إيه فخ للطيار؟ يعني إحنا جبنا مقومة على التوازي ولازم تبقى المقومة دي تعتبر استدراج للطيار فإحنا صغرناها عن مقومة الجيلفانو تعرفون الطيار بيحب يمر في المقومة الصغيرة فلما تبقى الـ RS أصغر من الـ RG هتستدرج معظم الطيار وبالتالي هيعدي نسبة بسيطة للجيلفانو النسبة اللي هتعدي في الجيلفانو يا دوبة كيقدر يتحملها طب لو أنا غيرت رأيي وقلت ما جرب وزودت الـ RS زودت الـ RS أكتر من الـ RG ساعتها الطيار لما يجي ينقي حيلاقي إن الـ RG أنسب لي إنه يمر معظم الطيار فيها ولو حصل ده كده هتعرض الجيلفانو إنه يمر فيه طيار أكتر مما يتحمله وممكن يعرضه أكيد للتلف يبا إحنا بنقول السؤال عندنا لو الأميتر بيحتوي على مجزق طيار مقومته أصغر من مقومة الجيلفانو ده الكلام الصح ماشي ووصلناه في دائرة كهربية فهنحرف المؤشر لنهاية التدريج طب إيه ليحصل ماذا يحدث إذا زادت مقومة مجزق الطيار إحنا هنعمل عكس هنزود مجزق الطيار ونخليه هو اللي أكبر من مقومة الجيلفانو ونمرر نفس الطيار ساعتها الطيار هيمر في الجيلفانو بنسبة أكبر مما يتحمله لإن المؤشر كان وصل لنهايته فإنت لما زود الطيار بقى عن طريق إنك تصنع ممر أكبر أو أقوى بإنك تجيب مجزق الطيار قيمته كبير عن الجيلفانو فمعظم الطيار هيعد في الجيلفانو ويمر في الجيلفانو أكتر مما يتحمله وده هيبقى يؤثر عليه سلبي فالإجابة الصحيحة دال هيمر في الجيلفانو طيار أكبر من كراءة نهاية تدريجه يبقى دي الإجابة الصحيحة السؤال لرقم 17 إذا كانت النسبة بين مقاومة الأميتر ومقاومة الجيلفانو واحد على عشر يعني إيه؟ المقاومة الأميتر اللي هي أرداش ومقاومة الجيلفانو اللي هي الأرجي بساوي كنبع واحد على عشر يبقى إذا كانت النسبة بين مقاومة الأميتر ومقاومة الجيلفانو واحد على عشر فعايزي النسبة بين مقاومة مجزق الطيار إلى مقاومة الجيلفانو عايزي النسبة بين أر إس على أرجي تمام طب هقولكو على حاجة مش ال R داش دي تخليص التوازي تعالوا نعوض بتخليص التوازي حاصل ضربهم عينات الجمعة يبقى R G في R S على R G زائد R S انا عوضت عن مين عن البسط نقص المقام اهو المقام موجوده هو زي ما هو R G مش ال R G هتروح مع ال R G يبقى الناتج الناتج هي بR S على R G زائد R S قال لي القيمة دي بقى بتسوي ايه واحد على عشرة طب ما تيجوا نضرب طرفين فساطين واحد في R G زائد R S بR G زائد R S وR S في عشرة بعشرة R S تعالوا نلم الشاملة R S مع بعض هنا ال R S تروح الناحية دي تبقى عشرة R S ناقص R S تبقى تسعة R S بالساوي R G طب هو كان عايز R S على R G ولا R G على R S لا المقام المجزئ على الجلبان يبقى R S على R G ده على ده ما ترجعش فاضي فيه هنا واحد على تسعة يبقى واحد على تسعة ندور في الإجابات هنلاقي الإجابة الصحيحة على رقم ده السؤال لرقم 18 جلبانو متر مقامة ملفه R يبقى R G كمتها R فإن مقامة مجزئ الطيار يعني عايز R S التي تجعل حساسية الجلبانو تقل للربح يعني إيه الحساسية تقل للربح يعني يقصد I G على I تبقى الربح هي دي الحساسية طب فيه قانون الحساسية أيوة I G على I ديها قانون عبارة عن R S على R S زائد R G طب هل ممكن من خلاله أعرف أجيب ال R S تمام نعود نشيل I G على I ونكتب الحساسية اللي هي الربح بالساوي الر S مجهولة على الر S اللي هي مجهولة زائد الر G اللي هي قانونتها R اضرب طرفين فاساطين R S في 4 بربعة R S واحد في أي حاجة بها نفس الحاجة R S زائد R لم الشامل هات الر S النحية دي يبقى الر S شيل منها R S ثلاثة R S بالساوي R تمام يبقى الر S بالساوي R على 3 يبقى اللي يعمل كده الاختيار اللي هيخلي الحساسية اللي للربع ان تكون R على 3 الاختيار الصحيح رقم G السؤال اللي بعده جلبان ومتر حساس مقاومة ملفه يبقى أنا عندي R G 6 O وصله بمجزق طيار R S لتحويله إلى أميتر والشكل بيان المقابل لمسل علاقة بين كراءة جهاز الأميتر وشد الطيار R G المار بالجلبانه فعايز قيمة مجزق الطيار R S مطنوبة طب يا طرر الرسم ده ممكن يخدمني في ايه بحس ان انا احصل على المطلوب اللي هو ال R S هو الميل هنا مين مش فرق الصدقات على فرق السنان يعني الميل I على I G طب يعني ايه I على I G ده مقلوب الحساسية الحساسية اللي احنا لسه معاودين عنها عبارة عن I G على ال I بالساوي R S على R S زائد R G لكن الميل هنا العكس فبالتالي لو انا جبت الميل لو انا جبت الميل يبقى انا بقسم العكس بقى ال I على ال I G وبالتالي حيبقى القانون ده يتعكس راخر يعني R S زائد R G على ال R S طب ما تيجبوا نجيب الميل لان الميل هيوصلني فعل ال R S لان انا عندي قيمة لل R G وبالتالي ال R S هتبقى المجهول الوحيد تعالوا نجيب الميل ممكن عشان هو بدء من نقطة الاصل ناخد نقطة على النقطة اللي اخذها 4 من 10 على 1 من 10 ما فيش تحولات يبقى العلامة هتروح مع العلامة يبقى الميل باربعة الميل باربعة ال R S مجهولة R G بستة على ال R S المجهول ادرب طرفين فاسطين R S زائد 6 لان ده في واحد هي نفس القيمة 4 R S 4 في R S باربعة R S نجيبقى دي نحيا دي يبقى معاك هنا 3 R S وهنا 6 يبقى ال R S بساوي 6 عال 3 بساوي 2 أوم هنضغر في الاختيارات هنلاقي الاختيار الصحيح رقم دال السؤال لرقم 20 في الشكل المقابل عند غلق المفتاح K تقل حساسية الجهاز إلى ايه موضوع الحساسية احنا اتفقى ان الحساسية عبارة عن A G على A وبنعرفها ازاي بليها قانون R S على R S زائد R G فانا لو انا عوضت في القانون ده يبقى انا عرفت الحساسية قالت ليه طيب ماشي هل ممكن من البيانات دي ان اعرف يعني اعرف R G قيمتها R وعندك هنا الاثنين من عشرة دي قيمة R S R S باثنين من عشرة R تمام وعندك دلوقتي نقدر نعود نقول A G على A هتساوي شيل R S واكتب اثنين من عشرة R وال R S هنا اثنين من عشرة R زائد R G اللي هي R يبقى الحساسية اللي هي A G على A هتساوي اثنين من عشرة R وهنا واحد اثنين من عشرة R دي هتروح مع دي والعلامة هتروح مع العلامة يبقى اثنين على اثناشر بساوي واحد على ستة يبقى الإجابة الصحيح هتقول ليه اختيار رقم جيد سؤال 21 أميتر مقامة الجيلفانو الموجود بR G فإذا وصلها بدائرة كهربية مغلقة مر في الجيلفانو اثنين في المية من طيار الدايرة فمقامة مجازق الطيار كام يبقى انت عندك الجيلفانو طبعا متوصل على التوازي بمجازق اللي بيسعلك عنه هو الRS هنا مجهولة بيقولك لما همر طيار في الدايرة هيمر في الجيلفانو اثنين في المية يعني اثنين على مية من قيمة الطيار تمام وده معناه ان انا افترضت ان الطيار اللي ماشي في الدايرة I هو هيمر في الجيلفانو اثنين في المية يعني اثنين على مية من الطيار يبقى انا عندي دلوقتي قيمة الاي توتل باي وقيمة الاي جي باثنين من مية اي هو عايز مين عايز الار اس الار اس بالساوي الاي جي ار جي على الاي ناقص الاي جي تعال نعود الاي جي بكام باثنين من مية اي في الاي جي على الاي اللي هي قيمتها اي ناقص الاي جي اللي هي تنين من مية اي تمام يبقى من مية اي فار جي على ده واحد شيل من الواحد اتنين من مية هيبقى معاك تمانية وتسعين من مية اي تقوم الاي تطير مع الار اقسملي اتنين من مية على تمانية وتسعين من مية هتطلع واحد على تسعة واربعين بس مش تنسى ان فوق في هنا ارجي يبقى ارجي على تسعة واربعين دور في الاختيارات هتلاقي الاختيار الصحيح رقم به السؤال اتنين وعشرين عندك جلفانو مترو مقومته يبقى الار جي بستة وتلاتين اوم وصلها مع ملفه مجزل الطيار قيمته معاك الار اس قيمتها اربعة اوم ثم وصل الجهاز الناتج في دائرة كهربائية مغلاق عايز النسبة المقاوية للطيار اللي بيمر عبر الجلفانو الاي جي الى الطيار الكلي الاي توتل يبقى اي جي على اي توتل عايز يعملها في نسبة عايز يعملها له نسبة يعني نضربها في مية طيب ماشي الاي جي على الاي مش دي اللي هي الحساسية اللي هي عبارة عن ار اس على ار اس زائد ار جي لما نضربها في مية بيحنا جبناله النسبة المقاوية لهو طلبه طب تعالي نعود الار اس باربعة على ربعة زائد ستة وتلاتين في مية هيطلع الناتج عشرة في المية يبقى الاجابة الصحيحة هتبقى رقم جي السؤال رقم تلاتة وعشرين اي من التعديلات التالية لجهاز الجيلفانو تجعل مدافق يال شدة الطيار اكبر عايز تزود المدى قلل مقاومة مجزق الطيار على قد ما تقدر يعني نوصله بمجزق طيار تمام طب نوصله بمضاعف جهد لا مضاعف جهد دي في الفولتميتر به دي بعيدها طب نوصله بمجزق طيار او نوصله بمجزق طيار او يبقى انت معاك الف وبهو قدال هتختار مين بقى تختار اقل مجزق لان اقل مجزق هيزود المدى طيب هنا التلت هو التلت اقل ولا النص ولا الخمس لا اقل حاجة الخمس يبقى خليك في المجزق ده لان الخمس تعتبر اقل من النسب اللي انت قلتلي عليها يبقى الاجابة الصحيحة ده لتوصيل مجزق طيار مقاومته الخمس مقاومة اقل في النومتر